كنت أسير الحيرة أحمد قلباً تاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات أنتم أيها الحاجزون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا فيما سبق من حصص ونحن نتحدث عن إحجز مقعدك تحدثنا عن ميدان الحج فقلنا هو الوقت وعن مبطئات الحج وهي السين وسوف الأشياء التي تجعلنا نتكاسل وتحدثنا عن أداة الحج وقلنا أن أداة الحج إنما هي القلب اليوم أحدثكم عن المؤهل الأول للحج الشيء الأول الذي يجعلك تعرف نفسك بأنك تحجز مقعدك في الجنة ونتمنى أننا نستمع إلى هذا الحديث من أعماق قلوبنا لأن الآن رح نعطيك المؤشرات لزنديس لتعرف باللي أنت راك من الناس لراهم يأهلوا نفسهم للحز لأنه مش كل واحد رح يحجز مقعده في الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ونحن نسأل الله تعالى لنا جميعا أن يجعلنا من الذين يحرصون على حجز هذا المقعد وبإذن الله تعالى في مقعد الصدق عند مليك مقتدر المؤهل الأول للحجز إنما هو حرية القلب القلب الطليق القلب الحر كلما كان قلب الإنسان حر لا تأسره شهوات بمعنى ماهوش داخل في السجن الشهوات ولا يأسره هواء ماهوش داخل في السجن الهواء فصاحب القلب الحر الطليق الذي يعبد ربه أينما كان وحيثما حل وكيفما كان وكيفما كانت الظروف قلبه مرتبط ومتعلق بالله عز وجل صاحب هذا القلب يمتلك أول مؤهل لحجز المقعد وفي المخالف وفي الجانب المعاكس وفي الجانب الآخر صاحب القلب المحبوس هذا تحبسه وتأسره الشهوات وتأسره العادات السلبية وتأسره المعاصي وتأسره السيئات والمعصية تنادي أختها وهو محبوس تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدنار تعيس عبد القضيفة تعيس وانتكش وإذا الشيك فلن تقص هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب المحبوس تعيس تعيس صاحب القلب المحبوس حزين حتى وإن بدى لك بأنه سعيد إلا أن بداخله حزن فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة نعوذ بالله تبارك وتعالى من أن تكون قلوبنا محبوسة صاحب القلب المحبوس يحصل له كما يحصل للطائر الذي يرى زيتونة من بعيد فينزل نحوها يريد أن يأكلها فإذا به يمسك به الفخ الذي كان مغطى تحت تلك حبة الزيتون هذا الشيء هي صاحب القلب المحبوس لما عندوش المؤهل الأول بش يكون من الحادثين لمقاعدهم في الجنة قلبه محبوس يشوف الشهوات مسكين فقط يشوف الملذات فقط يشوف مسكين غير وين يمتع الجسد فقط كما الحبة الزيتون اللي غرت هذك العصفور مسكين وجاء هابط ظنا منه بأنه راح ياخدها ويتمتع بها فإذا بالفخ فإذا بالبياش اللي بخدم له تحت الزيتون هذا كحبة الزيتون أب يطبق عليه وبتالي يموت الكثير من الناس تقتلهم المعاصي الكثير من الناس تقتلهم الشهوات التي حفت بها النار قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقعنا عارفوا سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة كيفاش ربي لما خلق الجنة وقال جبريل روح شوفها قالوا يا ربي ما كان حتى واحد يسمع بها إلا ويدخلها لما حفها الله بالمكاره قال جبريل عاو تشوفها قالوا والله يا ربي أخشى أن لا يدخلها أحد ثم لما الله تعالى خلق النار وقال لجبريل اذهب إليها فنظر فيها جبريل وقال ما سمعها بها أحد إلا واستعاذ منها لما حفها الله بالشهوات وقال جبريل عاو ترجع لها قالوا يا ربي ما نظنش أنه رح يسلك منها واحد لأنها حفت بالشهوات أصحاب القلوب المحبوسة سكن يدوروا غير وين الشهوات وأصحاب القلوب الحرة الطليقة يدوروا وين كين حجل المقعد في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى أحد الحاجزين لمقاعدهم كسر قضبان سجون القلب إنه عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه اشترى الجنة من رسول الله مرتين مرة عندما اشترى بئر روما ومرة عندما اشترى أو عندما جهز جيش العسرة فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مجازا مطفور أعطاه تذكرة الجنة فقال عثمان في الجنة يا عثمان مقعدك رضي الله عنه مقعدك محجوز ما أحوجنا إلى أن نكون مثل عثمان رضي الله عنه فتشبه إن لم تكون مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاه أول مؤهل لحجز المقعد في الجنة القلب الطليق الحر فاجعل قلبك حر حرا لا تأسله الشهوات احجز مقعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة